جولة الصحف العربية الصدر اليوم نستهلها من القاهرة حيث كتبت صحيفة الأهرام أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال مفاوضات صد النهضة الإثيوبي على مدى السنوات العشر الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانون عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل صد النهضة وفي الأردن كتبت الغد أن القيادة الفلسطينية تكتف جهودها واتصالاتها الحثيثة مع أطراف المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لجهة عدم ودى العراقيل أمام إجراء الانتخابات تشريعية الفلسطينية المقبلة في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وفي قطر تناولت صحيفة الغاية إعلان منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أنروا عن إطلاقها لمنصة تعليمية رقمية لنحو 540 ألف طالب فلسطيني من أبناء اللاجئين من أجل ضمان انتظام تعليمهم رغم جائحة كورونا وفي الإمارات نقرأ في صحيفة الاتحاد أن مسؤولين إيرانيين ألمحوا أمس إلى أن طهران والقوى العالمية أحرزت بعض التقدم بشأن سبول إحياء الاتفاق النووي لافتين إلى أن اتفاقا مؤقتا قد يكون سبيلا لكسب الوقت من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للملف